تطورات محزنة وأحداث أصابت المتابعين بالقلاق على الفنانة الأردنية المشهورة بسبب الأمور التي أعلن عنها نجلها والذي طلب من الجمهور أمرا غير متوقع فماذا حدث؟ فنانة أردنية مشهورة يحبها الجمهور ويتذكرون أغانيها التي كثيرا ما رددتها الألسنة واستمعت إليها الأذان لكن للأسف قررت هذه الفنانة على ما يبدو أن تثير قلق جمهورها عليها بأمر مباغت فقد تعرضت الفنانة الأردنية غاد عباسي لحادث سير في منطقة جبل الحسين بالعاصمة عمان ونقلت على الفور إلى إحدى المراكز الطبية لطلق العلاج اللازم وبدأت تفاصيل الواقعة مع خروج غاد عباسي من المسرح برفقة الفنان منذر خليل والمخرج رفيف وبعد مسيرها تعرضت المركبة لحادث سير وقال نجل الفنانة ناصر عبندا في تصريحة صحفية في وقت سابق إنه بعد خروج الفنان منذر خليل والمخرج رفيف من المركبة للاطلاع عليها تزامنا مع فقدان السيطرة على المركبة وسقوطها على المنحدر أدى ذلك لارتطامها بأخرى كانت تقف والدته بينها وبين أخرى أيضا مصطفى ما سبب لها إصابة بالغة في ساقها وبسبب ذلك دخلت غاد في حالة صحية وصفت بالمقلقة بشدة لكن فيما بعد خرج ناصر نجل الفنانة الأردنية غاد عباسي وقال إن الحالة الصحية للفنانة القديرة مستقرة مشيرا إلى أن الأطباء أكدوا له تحسن وضعها الصحي وأنها تطلق العلاج اللازم في إحدى المراكز الخاصة وأضاف أنها ستخضع لعملية قسطرا في الشرايين مؤكدا أنه سيتم إجراء عملية أخرى في قدمها اليمنى بعد نحو أسبوعين نتيجة للإصابة البالغة التي تعرضت لها وفقا للمعالجين وبين نجل الفنانة أن والدته تتماثل للشفاء وسيتم إخضاعها للعلاج الطبيعي بعد الانتهاء من العمليات الجراحية وتمنع بندى من محبي وجمهور الفنانة غاد أن يدعو لها بالشفاء وأن تعود إلى الساحة الفنية كما اعتادها الأردنيون بوطنيتها حتى باتت أغانيها حاضرة على الساحة الفنية بدورها حرصت وزيرة الثقافة هيفاء النجار على زيارة الفنانة للاطمئنان على صحتها وجاءت زيارة النجار من باب الحرص على متابعة كل شؤون العاملين في قطاع الثقافة والفنون لتقديم الدعم المعنوي لهم وفي مختلف الظروف فيما قام نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف بطمأنة الجماهير على صحة الفنانة وبأنها بصحة أفضل بعد إجراء العمليات وتعد غاد عباسي ممثلة أردنية بدأت مشوارها الفنية عام 2014 ومن أهم أعمالها الدمع الحمراء ومسلسل شيء من الماضي وأصدرت آخر أعمالها الفنية وهي أغنية جمعتها مع الفنان منتصر حبيب تحت عنوان شو